باب السماء كلما قربتل وقرب والدعوة سم مننا من غير أمل تصعب باب السماء كلما قربتل وقرب والدعوة سم مننا من غير أمل تصعب والقلب هو السماء إلا إيمان بالله وقصد كريم تلقى هو اللي بيقرب بسم الله الرحمن الرحيم ولا استعانة إلا به والحمد لله رب العالمين ولا ثناء إلا عليه أحمدك رب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك يا مولانا لا فهم لنا إلا ما أفهمتنا إنك أنت الجواد الكريم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير على باب الملك القدوس نقف خاشعين نسبح بحمده ونقدس له اللهم صلي على سيدنا محمد في الأولين وصلي يا ربنا عليه في الآخرين اللهم صلي على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته والتابعين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم آمين آمين مشاهدين الأكارم السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الإيماني المتجدد من برنامجكم لعلهم يفقهون على قناتكم دي امي سي سائلا المولى تبارك وتعالى أن يفتح علينا فتوح العارفين وأن يوفقنا توفيق الصائبين الصالحين وأن ينفعنا بالقرآن والذكر الحكيم اللهم ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يقربنا منك برحمتك يا أرحم الراحمين نسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ويقينا صادقا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا وشفاءا من كل داء ونسألك العافية من كل بلية ونسألك دوام العافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك السلامة من كل إثم ونسألك الغنيمة من كل بر ونسألك الفوز بالجنة ونسألك النجاة من النار ونسألك فعل الخيرات ونسألك ترك المنكرات ونسألك حب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وتوفنا غير مفتونين ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك ونسألك قلبا تقيا ونسألك قلبا تقيا عن الشرك نقيا لا جافيا ولا شقيا ونسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة ونسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من صختك والنار ونسألك اللهم من كل خير سألك منه حبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونسألك الرضا ونسألك الرضا والعفو عما مضى ونسألك الإيمان والخير حيث كان ونسألك اللهم الدرجات العلا في الجنة ربنا وتقبل دعاء يا أرحم الراحمين اللهم آمين آمين وما زال الحديث موصولا بحضراتكم في صلاح القلوب سلامة القلوب صدق الله القائل فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور في أوضح من كده في أبيا من كده ربنا نوضح لنا ربنا يكفينا شر عمل قلب في أول القرآن ربنا سبحانه وتعالى بدأ بالحديث عن المتقين في أول خمس آيات في سورة البقرة أول خمس آيات في سورة البقرة كان الحديث عن المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أهدى المتقون الله ما اجعلنا منهم بعدها أيتين اتنين أيتين فقط الحديث عن الكافرين قال إن الذين كافروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون خد بالك من اللي جاي بقى ختم الله على قلوبهم شوف المصيبة فين بقى قلبه ده ما فيش يا يا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم شوف عذابهم كبير قوي عند ربنا الكافرين أيتين بعد كده جاء الحديث عن المنافقين يا أخي كل ده كل ده في أول البقرة شوف جاء الحديث عن المنافقين كم آية بقى حضرتك حدثت عنهم 13 آية فمشكلة الكافرين ختم الله على قلوبهم طب مشكلة المنافقين قال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون إذن المؤمن يسعى جاهدا لنقاء قلبه وصفاء روحه وتزقية نفسه ودي وظيفة سيدنا النبي اللهم صلي عليه هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم سيدنا النبي بعث في الأميين فينا رسولا منهم الناس اللي كانوا على الفطرة الأميين دول يعني الناس الأنقياء الأصفياء هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم ليه يتلو عليهم آيات يا ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين كل يوم أنا وحضرتك محتاجين إن إحنا إزاي نزكي أنفسنا إزاي نحافظ على قلوبنا من الحقد والغل والحسد والبغض والكره والشحناء إن نفسا لم يشرق الحب فيها هي نفس لم تدر ما معناها أنا بالحب قد وصلت إلى نفسي وبالحب قد عرفت الله شوفت زي تصل إلى السمو الأخلاقي والروحي والنبي عليه الصلاة والسلام كان دايما يعلمنا كده ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب وكان برضو يعلمنا حاجة جميلة أو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم القلوب اللي القرآن قال لنا في صورة الأنفال إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا القلب يا حضرات يعني أنت النهاردة بمنتها البسطة لما بتلاقي حد ما فيش حاجة عجباه عمل ينتقد يمين وشمال ومعندوش كلمة حلوة بيقولها ده مش محب لو بيحب بيلتمس للناس الأعذار حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط شوف إزاي وإيه بقى وبعدين إيه تلاقيه كمان يلبس ثياب للتقى بقى آه أصلا هو بقى هو حام الشريعة يعني سلام هو اللي بيحافظ على الدين وعمال يشتم هذا ويشتم ذاك ويقلل من هذا ويقلل من ذاك الله يرحمه الإمام مالك قال لك لو لقيت واحد بيعمل كده وسباب وشتام اللي بيدفع عن الحق فاعلم أن نيته معلولة قلبه مش نظيف ليه قال لك لأن الحق لا يحتاج إلى ذلك لقد بعث الله موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام رئيس أنبياء بني إسرائيل وهارون قال اذهب إلى فرعون إنه طغى 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 نعمل معي يا رب الفقول له قولا لينا يا سلام وجعل اللثان على الفؤاد دليلا تعرف اللي فقال بالزاي ما تعرفوش ولا حد يقدر يوصل اللي في قلبي ولا جبريل عليه السلام يعرف اللي في قلبي ما يعلموا ما في القلوب لا يعلموا ما في القلوب إلا علاموا الغيوب طيب فأنا بعبرلك عن اللي في قلبي يا أخي أنا بحبك في الله يا أخي ده أنت حبيبي يا أخي أنا اليوم اللي بشوفكش فيه بداي يا أخي سمعني صوتك بتعرف والعين تعرف من عيني محدثها إن كان من حزبها أو من قاعدها فلما موسى بن عمران يروح لهارون وهو وهارون يروح لفرعون هما الاتنين يروح لفرعون ربنا يقولون فقول له قولا لينا إيه ده سلامة القلب اللي يخلي النبي الله ما صلي عليه يقوم يقف لجنازة معدية فقالوا له لا ده مش مسلم فشوفي النبي يقول أوليست نفسا قد أفلتت مني زعلان عليه المسليم النهاردة والله العظيم ده أنت بتلاقي ناس من ملتك بيصلي معاك ويفرح لا سمح الله لو حضرتك تأزمت أو تضررت في شيء إيه ده تقول لا 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 القلب فعا قلبه قلبه فعشان كده يا حضرات المشاهدين الأكارم ما زلت أضوف بحضراتكم في هذا الموضوع الخطير سلامة القلب سلامة الصدر إزاي أنقي قلبي وإزاي أمتلك قلب سليم يوم لا ينفع مال ولا بنونة إلا من أتى الله بقلب سليم وإزاي كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما يحبش يسمع حاجة تزعله ليه؟ عشان ما يحصلش ضيق الصدر ولقد نعلمه أنك يضيق صدرك بما يقولون فأنا أقفل أقفل على ودني كده ونطلع فاصل وارجع أقول لكم ليه الموضوع ده في سلامة الصدر جزء من آية كريمة ختم آية كريمة في صورة العنكبوت في الجزء العشرين ربنا نقوله تلك الأمثال ونضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون ليه؟ ليه العالمون؟ ليه؟ وإيه علاقة العالمون بفهم الأشياء؟ وإيه علاقة الموضوع ده بسلامة القلب؟ بعد ذلك الفاصل بمشيات الله ابقوا معنا أكرمكم الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وارزقنا حالا من حاله مشاهدين الأكارم أجددوا لحضراتكم التحية أصحاب القلوب السليمة النقية يتسمون ويتصفون بالحلم والحلم ده خلق عظيم من أخلاق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وما أجمل أن يتحلى المسلم بهذا الخلق العظيم الخلق النبي وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان حلمه يسبق غضبه وكلما ازداد الناس عليه الجهلا كلما ازداد حلما والحلم ده بيدينا إشارة أنه الإنسان ده قلبه سليم وسيدنا النبي علمنا لا تغضب ولك الجنة عشان نصل إلى هذا الطريق قلنا عدة خطوات منها الاستعاذ بالله من الشيطان الرجيم ليه استبى رجلان عند رسول الله اتنين زعاء البعض كده فأخذ أحدهما يحمر وجهه وتنتفخ أوداجه الوداجين اللي هم العرقين اللي في الجانبي العنق دول فأخذوا بقى فالنبي قال أنا أعرف كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد قالوا إيه دي يا رسول الله قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حلو اتكلمنا كذا خطوة كده في مسألة ضبط النفس وإنك بتدعى ربنا وإنك تبعد عن أماكن الغضب ولو لقيت الدنيا هتروح بيك في سكة تانية سيب المكان ومعد دلوقتي وما تديش أي معلومات وانت غضان حاجة كمان بقى مهمة جدا قالوا العلم وسيلة إلى كل فضيلة شوف كل حاجة عايز توصلها توصلها بالعلم عايز أفهم أتعلم عايز أبقى حليم أتعلم عايز أبقى أكظم غيظي أتعلم عايز أبقى من العافين عن الناس أتعلم عايز قلبي يبقى قوي وإيمانه قوي شوف ربنا أقول للنبي وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك يعني كنا دار القرآن وتقرأ في قصص القرآن وقصص الأنبياء السابقين والأولياء الصالحين كل ما تقرأ ده يثبت قلبك يا سلام طبعا يعني العلم بيوصلك لكل حاجة حلوة أنت عايزها العلم وسيلة إلى كل فضيلة عايز أبقى من الصابرين اتعلم عايز أبقى من الشاكرين اتعلم فلما تقرأ في القرآن الكريم عن سيدنا أيوب مثلا واذكر عبدنا أيوب يا سلام إذ نادى ربه أن يمسني الشيطان بنصب وعذاب وربنا قال له أرقد برجلك هذا مغتسل بارد وشرب لما القرآن يقول لك إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا اهو اتعلم اتعلم الصبر لما تقرأ في سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام وجاء أعرابي وقال للنبي أعطني من مال الله الذي عندك فإنه ليس مالك ولا مال أبيك وعادي لك ايه اللي تنادب دي النبي عمل ده قبله ازاي رد على ده ايه بالحل احتوى ومرنا معاشر الأنبياء أن نخاطب الناس على قدر عقولهم فكل ما تقرأ في قصص الأنبياء والأولياء والصالحين بتزداد حلم مكارم الأخلاق بتزيد عندك كل ما تصحب الناس الكويسة كل ما تبقى زيهم المجانسة بالمجالسة تقعد مع ناس غيظ لازم نتعلم ندي مثال يوضح لنا أكثر كمان تعرفوا عن الأحنف ابن قيس مين الأحنف ابن قيس ده ده رجل مسلم عظيم كان يضرب بيه المثل في الحلم السلام عربي أصيل يضرب بيه المثل في الحلم نموذج يحتزى بيه في الحلم شوف إزاي يقولك حلمه الأحنف حليم حليم يعني دي كان بيعمل ايه طب الحليم ده الأحنف ابن قيس كان ماشي مع الناس بمنهج والله العظيم يعني لو مشينا بيه هتنالي الخير كله وأعظم حاجة في الخير كله رضى ربنا قل لنا يا أحنف انت بتتعامل مع الناس ازاي يقول أنا ما عاداني أحد قط إلا أخذته في أمره إحدى ثلاثة أي واحد يغلط فيه ولا يزعلني ولا يضيقني عندي حاجة من ثلاثة ما بتعملش غيرهم أي واحد إيه بقى أنا بصله إن كان أكبر مني عرفت له قدرة قلت لا ما رضش عليه ما يصحش ده زي أبويا ده في مقام أبويا صحش أرد على أبويا وإن كان أصغر مني عرفت قدري علي لو اللي ديقني ده أصغر مني أقول ما عليش في مقام عيالي واحد يقول لك هو في عيل بيغلط يا طبعا من غير ما ياخدوا بالهم عيل بقى عيل أقول لك معلش زي ابني زي حفيدي عيل صغير معلش لسه متعلمش ما عندوش خبرة بيعرفش تكلم كويس شفت وإن كان مثلي في سني يعني التفضلت علي لأنه النبي بيعلمنا خيرهم الذي يبدأوا بالسلام فالناس كانت مندهشة شوفوا حضراتك مندهشين إزاي من سياسة الأحنف في تعامله مع الناس تخلي بقى الناس اللي عصروه اللي شفوه أي حد بيزعله يقومل أحنف يحتويه لو الحد ده كبير يقول لها ده في معاما بويا صغير لها ده في معاما بني ده أدي ده في معاما خويا معلش أفوت فقالوله بقى الناس بقى اللي عايشة بزمن قالوله يا أخي ممن تعلمت الحلم شفت يبقى الحلم خلق فضيلة صفة تتعلم طبعا ما فيعش لا أنا ما فيعش أكون حليم أبدا حضرتك يعني مش بس تبقى حليم تبقى إمام في الحلم لأ أنت رجل حليم ولذلك القرآن القرآن لما بيدعونا إلى شيء معين بيقول لك نشن على أعلى حاجة مش أقل حاجة مش تنجح بس أنا عايز مرتبة شرف اقرأ كده معايا في آخر صوت الفرقان والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا ما قالش واجعلنا متقين واجعلنا من المتقين لا واجعلنا للمتقين إمام أيه طبعا أعلى حاجة أعظم حاجة أقوى أبقى إمام للمتقين يا السلام طبعا إذا سألتموا الله فاسألوه الفردوس الأعلى ده معنى إيه ده كل دي حاجات تيجي بالتمرين وتيجي بالعلم وتيجي بمجالسة الصالحين حلوة أوي فالناس اللي عايش مع الأحنف استغربوا من طريقة أدائه مع الناس واحد يقول لك لذي الأحنف ده ما مجيش عندنا النهار ده ليه ما مجيش عندنا والله العظيم يمشي ليه ما يمجيش الحلم ده خلق عظيم وربنا قال هل جزاءه الإحساني إلا لإيه الإحسان ربنا بيجازي المحسنين حتى لو الناس مش هتكفأك على حلمك ولا على صبرك ولا على عفوك ولا على إحسانك كفاية والله العظيم كفاية إن ربنا ولا يكفأك أنت زعران لإيه تقول لي الناس بتقابل الحسنة بالسيئة يا قبلوة بميت سيئة المهم عندك ربنا حيكفأك إزاي ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنة سؤل الأحنف بن قيس بقى ممن تعلمت الحلم وصلت له إزاي تعالوا نشوفه وصله إزاي بعد ذلك الفاصل بمشيئة الله ابقوا معنا أكرمكم الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وارزقنا حالا من حاله مشاهدين الأكارم أجددوا لحضراتكم التحية ما أجمل مكارم الأخلاق ما أجمل الحلم ما أجمل ضبط النفس ما أجمل كظم الغيظ قال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة قلت له أعمل ما هي الناس بتسيئلية قال لي ادفع بالتي هي أحسن الزايدة هم أساؤلية ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم الله يرحم الشاعر بن الصيف بيقول ملكنا فكان العفو منا سجية المؤمنين الصالحين بيعفو مش بيثأروا لأنفسهم ملكنا فكان العفو منا سجية فلما ملكتم سال بالدم أبطح فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح يا سلام كل إناء بينضح من اللي فيه طيب إنت أيها المؤمن إنت إيه إناء خير يبقى تجيب لنا خير هنا فيه ضبط النفس في كظم الغيب هنقعد بقى واحد يقول لي لا الأمر صعب المجتمع الدنيا ده إحنا بقينا في غابة ده إنما الدنيا كبحر يحتوي سمكا وحوت فأنت لو مش هتبقى ذئب ذئب هتاكلك كلام اللي حضرتكم بتسمعوه كتير ده هرد عليه بقوله تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم اللي هيبقى عنده الإحسان وضبط النفس هيبقى حظه كبير قوي والله إحنا عايزين نبقى من ذوي الحظوظ العظيمة اللي ربنا قالها إلا ذو حظ عظيم ما تسمعش كلام شياطين الإنس ووساوس شياطين الجن قولك لأ واللي يقولك كلمة قوله عشرة فين ده ليه فين العفو فين الصف برضو السؤال اللي سألنا قبل الفاصل اللي الناس سألته للأحنف ابن قيس اللي كان يضرب به المثل في الحلم قالوا ممن تعلمت الحلم لأنه دي صفة تتعلم نعرف نتعلمها ما احناش مولدين بيها يعني اللي عنده حلم ده ما تولدش بيه اللي عنده ضبط النفس ما تولدش بضبط النفس مره النفس وتعلم ممن تعلمت الحلم يا أحنف قال من قيس ابن عاصم صاحب رسول الله واحد من الصحابة كان اسمه قيس ابن عاصم أيو ماله ده قال اتعلمت مني أستاذنا شيخنا ربان على الحلم ازاي قال كنت جالسا يوما بفناء دارة واحنا قاعدين عنده في البيت كده وكان يعلمنا احاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام مش هذا تتعجبوله يعني وانا بحكيه اصلا انا مستصعبه اقول الرجل ده كان ايه دخمة تانية غيرنا ولا ايه ده لأ احنف ابن قيس بود احنا قاعدين في مجلس قيس ابن عاصم صاحب رسول الله هو بيكلمنا قال رسول الله بيعلمنا الاحاديث اذ جاء برجلين احدهما مكتوف والاخر مقتول وإحنا قاعدين رجل مش حالنا دين ناس دخلت علينا مسكين اتنين واحد شايلين مقتول والتاني مكتوف مربوط فقالوا هذا ابنك قتله ابنه اخيك يبقى المقتول مين ابن قيس ابن عاصم واللي مربوط ابن اخوه هو اللي قتل ابنه قال اللي احنف بيقول ايه فلم يقطع كلابه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاموا دخلين قالوا له الجملة فكمل الحديث الاول بعد ان صدق رسول الله بصل ابن اخوه كده القاتل اللي اتى الابن وقال اثمت بربك والله العظيم يا ابن انت ارتكبت اثم وقطعت رحمك وقتلت ولدي لا اذكرنك بقول الله تعالى لان بصدت الي يدك لتقتلني ما انا بباصط يدي اليك لأقتلك اني اخاف الله رب العالمين شوف ازاي ثم نظر الابن له من الصحيين ابن له اخر وقالكم يا ولدي فواري اخاك واري اخاك وحل كتافة ابن عمك حل الرباط بتاعه ده وسق الى امك مئة ناقة من عندنا اديها مئة جمال ديته ابنه اديها انا هدفع هيدفع الدية عن ابن اخوه كمان فانها غريبة واني اشهد الله ايوها يا قائز خير هتعمل اكتر من اللي عملت اني قد عفوته عن ابن اخي يا يا الراجل ده ده كتير قوي لا كل ده امش هرق معي عن المصور الشخصي كل ده اتقبله يعني انه يعفو عن ابن اخوه وهو اللي يدفع ديها من ماله معه فلوس يدفع دفعه عن ابن اخي كل ده الى حد ما مقبول يعني تقبله الفطر السوية لا شوف اللي جاي بقى بقولي واني اشهد الله اني قد عفوته عن ابن اخي واكراما لربي لم تتغير نفسي نحوه هو ده بقى ازاي بيقول لا هو ابن اخويا برضو اللي هو ابن يعني احبه هو غيلة اه وعمل مصيبة سودة شوف ازاي واكراما لربي لم تتغير نفسي نحوه ايه ده بقى ان شاء الله باختصار انا هقول لحضراتكم ايه ده القلب زي الصندوق خدها كده خدها كده باختصار القلب ده زي الصندوق ان الصندوق الممتلق بالجواهر لا يتسع للحصة الصندوق اللي انت ماليه جب مجوهرات مجوهرات مفوش مكان تحط فيه زلطة ولا طوبة ولا حصة كذلك القلب الممتلق بالحكمة لا يتسع للصغائر فاملي قلبك بقى املاء حكمة قرآن حديث لسدنا النبي ذكر وتسبيح مجالس علم حتلاقي نفسك بترتقي بترتقي العلم بيرفع طبعا العلم رفعة بيهذب النفوس بيقوم القلوب العلم فلما القلب بيمتلق حكمة وعلم ونور بيلين بيقفي رفق بيبقى قلبي سليم ان الصندوق الممتلق بالجواهر لا يتسع للحصة كذلك القلب الممتلق بالحكمة لا يتسع للصغائر اللهم طهر قلوبنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا فرج قروبنا واصلح احوالنا واجعلنا يا مولانا من اصحاب القلوب السليمة زك نفوسنا انت خير من زكاها انت وليها ومولاها بارك الله في كل من شاهدنا واستمع وتاب وانتفع صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ارفع ايديك واسألوا من غيره يبقى ووجيب رحمنه وما أجمنه وعمره ورد حبيب وبيبالي تايبين لو بس بوا مع الباب كله يقمعين يتقبلوا التواب باب السماء كلما قربت له وغرب والدعوة سن من نماء من غير أمل تصعب والقلب هو السماء إلا الإيمان بالله وقصد كريم تلقى هو اللي بيغرب